ما دي حقيقة فعلاً يعني احنا بنتكلم قبل الفاصل عن الفصلان خلينا أقول لكم يعني مباشرة أنا قررت أفصل زهقت وعندي اكتئاب وضغط نفسي ومشاكل في الشغل ومشاكل في العيال قررت أفصل فخلاص حجزت في قطير رحت سافرت بلد اسكندريس مع أي حتة مهم رحت مكان عشان أفصل أفصل بقى إزاي لأن الفصلان طلع لي كتالوك والله عشان أفصل لازم أعرف أفصل إزاي مش هروح أسافر وبحطت التليفون في إيدي وعناي جوة التليفون نفس الكآبة ونفس الناس ونفس البوستات ونفس كل حاجة دكتور محمد أفصل إزاي الطريقة المسلى للفصلان شفتي أصلاً احنا بنقول إيه أفصل إزاي لو أنا سألت نفسي الكلمة دي نفسها معنى أن أنا أفصل يعني محتاج أن أنا إيه أبعد عن الحاجات اللي مدايقاني فيبقى دي أول حاجة أن أنا أبعد عن طبعاً السوشيال ميديا بشكل عام أن أنا أصلاً عايز أسيب الموبايل شوية أنت شايفة حياتنا كلها دلوقتي بيتانا عادة لازقين في الموبايل وما أكثر الأخبار السلبية خلاص؟ فأنا محتاج أن أنا أفصل من الحاجات اللي بتدخلي ضغطه بتدخلي طاقة سلبية أول حاجة منها أن أنا محتاج أبعد عن التكنولوجيا شوية أصلاً عموماً يعني تاني حاجة أنا محتاج أن أنا أعملها أن أنا أفصل حتى عن الأشخاص السلبيين اللي بيأثروا علي يعني لو جوز مدايقاني أسيبه في البيت وأفصل لوحد لا مش كده ما إحنا قلنا نبعد عن اللي مدايقنا جوزك مدايق سيبيه وروح يبصلي لوحدك عشانت عارفت يبصلي عرفة فكرة اعتزل ما يؤذيك أيو سيدنا عمر قال لنا اعتزل ما يؤذيك أيو مش من يؤذيك يعني أنا باعتزل مواقف آه لكن مش معناها لأن في ناس يقولك طب هسيبهم وروح قاعد أنا الوحدي لأ هم عارفين إن أنا بغزر هم عارفين إن أنا بغزر أنا باعتزل اللي هو من الآخر زي مدول إيه وجع الدماغ لو أنا في حد بيكلمني وبيوجع دماغ مش لازم أكلمه اليومين دول تمام نقصد كده نبعد عن أي حاجة مزعجة بالنسبة لنا تمام أنا كده فصلت أنا كده فصلت لكن فاضل حاجة مهمة قوي اللي هي ايه إن أنا هعمل ايه بقى عشان هستمتع الزي بالفصلان هستمتع الزي بالفصلان الطبيعة سيب كل حاجة وسيب التكنولوجي وسيب كل الكلام ده واطلع للطبيعة روح مكان أنت بتحبه أو بتستراح فيه قدر الإمكان يعني لو مش تدر تسافر مكان بعيد أوي فيه أماكن قريبة ممكن لا لا فيه أماكن قريبة في كل محافظة فيك يا مصر فيها منتجعات وفيها حاجات حلوة جدا احنا أكتر بلد فيها أماكن سياحية في العالم بالضبط كده ابتدي بقى يا سلام لو أنت بتحب الإراية وتسحى كده بدري وتقعد في مكان أنت بتحبه عرفة أغنية فيروس كباية شايب نعناع كباية القهوة كده الصبح مع الفطار الحلو اسمع لك أغنية حلوة ريئة كده أمي روائي على نفسك يعني شيل الدغوط دي كلها الحياة ماشية ماشية طول ما إحنا عايشين فعايشينها أمي كده اسمعي مزيك حلوة أنت وقفة الصبح في المطبخ دنديني معاها كده قولي أنا هبقى مبسوطة طب حلوة أوي أن أنا وصلت لحتة دي دكتور محمد أنا ابتديت أكلم نفسي يا جماعة يعني قولي ده صح ولا أنا لسه هنقول اللي هي التوكيدات الإيجابية التوكيدات الإيجابية إن أنا أكرر عبارات إيجابية كتير لنفسي وأكررها ده بيعمل حاجة اسمها توكيد في العقل اللواعي يعني بيبرمج عقلي عليها فعلا التوكيدات الإيجابية دي هنرجع نتكلم فيها أكتر وكتر عشان أعرف أذا كنت تجننت ولا لسه بعقلي ترجمة نانسي قنقر